الاتحاد الكرة أعلن منذ لحظات قليلة جداً أن النهار ده تم إرسال أسماء الأندية المصرية اللي هتشارك فيه مصابقات الأندية الإفريقية الموسم المقبل موسم 2022-2023 تبقى للمعيار اللي اعتمدوا مجلس دارة الاتحاد الكرة في جلساته الأخيرة أن نتائج الدور الأول هي اللي هتكون حاسمة في مسألة ترتيب الأربع فرق الأوائل في الدور المصري عشان يشاركوا فيه مصابقتين دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وبالتالي بعد اتعادل الأهل بالأمس أمام فريق اللالجونة أصبح الزمالك متصدر جدول الدور الأول الأهل فيه المركز الثاني ثم بيرامدز في المركز الثالث وفيوتشر في المركز الرابع وعلى هذا الأساس الأهل والزمالك هيشاركوا فيه دوري أبطال إفريقيا وطبعاً هذه النسخة الأخيرة من مصابقت دوري أبطال إفريقيا بنظامها الحالي دي جزئية لسه أشرحها في الفترة اللي جاية إن شاء الله بالمستندات لكن بيرامدز وفيوتشر هيشاركوا فيه كأس الكونفدرالية الأفريقية وبالتالي الخطوة القادمة اللي بننتظرها في الفترة اللي جاية بعد إرسال أسماء الأندية أول شهر تمانية المقبل الاتحاد الإفريقيا هيرد على طلب الاتحاد المصري إما بالموافقة أو لو عنده تعليق على معيار مشاركة الأندية هيرد على الاتحاد الكورة وقتها لكن اتحاد الكرة استقرر خلاص أن الأهل والزاملك دورة أبطال إفريقيا بيرامدز وفيوتشار هيشاركوا في كأس الكونفيدرالية المعيار بقى اللايحة فيها بند ما فيهاش كل ده هينقشوا الاتحاد الإفريق لأنه كان حط بعض المعايير الخاصة بمشاركات الأندية هل أنديت الموسم الماضي ولا أنديت الموسم الحالي لو انت حطت معيار بالجدارة الرياضية معيار الدور الأول كل ده لو موجود في اللايحة الاتحاد الإفريقي بيتطلع على اللايحة قبل ما يديك القرار النهائي والموافقة على فكرة المشاركة الإفريقية دورة أبطال إفريقيا كأس الكونفيدرالية كل ده بقى لسه هتناقش في الحلقات اللي جاية لأنه عند كل المستندات المتعلقة بدور السوبر الإفريقي كل الملفات وكل الأوراق المتعلقة بدور السوبر الإفريقي هتبقى هنا من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الأهلة هنشرح لكم بالضبط إلا هيشرح أو إلا هيحصل في السنة اللي جاية إن شاء الله زي ما أنتم قدامكم على الشاشة ده الخطاب أو ده الخبر المتعلق بمشاركة الأندية المصرية في الموسم القادم أهل وزمالك دوري أبطال بيرامدز فيوتشر في كأس الكونفيدرالية دور السوبر بقى يتطبق من أغسطس عشرين تلاتة وعشرين دوري أبطال إفريقيا السنة دي هي آخر نسخة ليه يعني هقول أهل وزمالك دوري أبطال بيرامدز فيوتشر كأس الكونفيدرالية دي آخر نسخ بالنسبة لبطلطي دور الأبطال وكأس الكونفيدرالية معنا كده أن هم هيتلغوا؟ لا مش هيتلغوا هم هيكونوا موجودين مع دور السوبر ولكن دور أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من الموسم بعد القادم مش هتبقى بنفس النظام اللي تتلقى بي دلوقتي كلنا عارفين في دور تمهيدي أول في دور تمهيدي ثاني ثم دور المجموعات 16 فريع على أربع مجموعات دور التمانية السيميفاينال والفاينال زهاب وعودة لكن بعد كده النظام ده هيتغير في دور السوبر معايا ما يثبت أن دور أبطال إفريقيا هيتحول إلى النظام القديم اللي كان موجود من أكتر من حوالي عشرين سنة ابتداء من دور الـ 32 للمباراة النهائية هي مباراة نكأة وترايح زهاب وإياه بس لا فيه دور مجموعات ولا فيه مشاركة الدول المصنفة ولا الكلام اللي كان موجود ده في دور أبطال إفريقيا التصنيف وكل ده هيروح بقى لدور السوبر في أغسطس عشرين تلاتة وعشرين لم يجي وقتان شاء الله يعني الفترة اللي جاية أو بعد العيد بإذن الله هنشرح كل ده بالمستندات وهيكون ده أول مرة كل الورق المتعلق بدور السوبر هيتعرض على أي شاشة رياضية مصرية في الفترة اللي جاية